العشرات من الحالات المصابة بمرض حمضنك تستقبلها مستشفيات مأربة بشكل يومي تقول المعلومات أن أمراض كثيرة منتشرة في المحافظة ومركزها وأن المصابين أغلبهم من النازحين الذين عادة ما تتركز مناطق سكنهم في مخيمات تفتقد لأدنى مقومات البيئة الصحية ووسط هذا الوضع الصحي المتردي تبرز مناشدات هؤلاء واستغاثاتهم لكنها لا تسمع وإذا ما توفي أحدهم فلا بواكي له فجأة فقدت الوعي وأسعفني إلى عدة مستشفيات ولم يقبلني أي مستشفى وأيضا سطرني مستشفى كرة ولم يقبلني المستشفى وبعد 12 ساعة أو 10 ساعة توصلني إلى هنا مختلف الفئات العمرية تتوافد على المشافي والمراكز الصحية التي تعاني عجزا واضحا في الجاهزية الصحية وتظهر قدراتها في البنية التحتية من حيث الكوادر الطبية والمعدات والمستلزمات في أدنى مستوى لها نتيجة الإقبال الكثيف من المرضى وهو ما جعل الفجوة كبيرة بينما هو عليه القطاع الصحي في مركز المحافظة وما يجب أن يكون عليه ناهيك عن وضعا صحي أكثر سوءا في مدريات خارج المدينة الأمراض المعدية المنتشرة هذه الأيام في محافظة مأرب أولا أنتم كما تعرفون أن محافظة مأرب تزدحم بالكثافة السكانية من هوا نازح من القرن الأفريقي فهناك أمراض ظهرت منها حم الضنك والإسالات صحيح أن سلطات مأربة ومكتب الصحة فيها عمل وبشكل متقطع خلال الفترة الماضية على رصد ومتابعة هذه الأوبئة التي تتصدرها حم الضنك والكليرة وفتحت مراكز صحية لمواجهتها في أكثر المدريات تضررا كما سجلت مدرية الوادي والمدينة والجوبة المناطق لا أكثر انتشارا لهذه الأمراض غير أنها جهود بحسب مراكبين غير كافية وغير قادرة على مواجهة المرض والحد منه فضلا عن القضاء عليه تزايدت الحالات المصابة بحم الضنك وأمراض أخرى في مأرب بحسب الإحصائيات الطبية وما سجلته مستشفيات المدينة في ازدياد مستمر وهو ما يستوجب من الجهات المعنية العمل وبشكل أكثر جدية للحد من أسباب المرض والمصابين فيه خليل الطويل قناة بالقيس مأرب